السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو جديد الذي سنقوم بمراجعة الهاتف هواوي اجريجناف 2019 بالنسبة للناس الذين ستقولون هواوي لديها مشاكل مع جوجل أيها لديكم الصحة المشاكل كانت في الهواتف جداد لا ترى هذا الهواتف للأقدام هذا الهواتف الذي تجدونه في المحلات لا تجدونه لديهم مشكلة لكن الهواتف جداد الذي يبقى في المصنع هواوي لديهم مشكلة ندعوه لبركة الله أول شيء سوف نفتح العلبة ونرى ما يأتينا في الداخل موسيقى 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 من بعد ما فتحنا العلبة اجري دبرا هضروع للتليفون انا بصراحة اجبتني هواوي بزا فات الهاتف لاني حسيتش باجي معتلينا جميع المميزات اللي كيقلب علي مستخدامه محطش منا في التليفون والاجمل من هذا انها بتمال مناسب نعطاك مثال بريتش كاميرات كينا بريتش كاميرات سيلفي كينا بريتش نوتش تاييا كينا هذا الشيء الذي عجبنا للهاتف بزا في قاعدة الشيء الذي تقلب عليه وبتمال مناسبة على الذكر التمال يدري صعب اخدامه 44 ريال 2120 درم اجري بديزاين لماذا تضع الهاتف اول مرة يصحب لكم مصنع من الزجاج ولكن الهاتف كامل مصنع من البوليكاربونات هذا الشيء يعني وخيطح لك الهاتف صعب انه يتهرس او يتخدش بسهولة اللون الذي لديه هو زرق بارد وبصراحة كيبالي هذا احسن لون فيهم كامل في هال انحناءات جيدين في الأسفل لدينا بلاسة الهاتف والمايكرو اس بي والسبيكر وفي الجانب لدينا الازرار الفوليم والزر الذي كانت تفايله بالتليفون والذي أعجبني هو الزر الذي كانت تفايله بالتليفون كتحسبه خاشن يعني كتقدر تفرق بينه و بالازرار الفوليم الجانب الأخر لدينا بلاسة الهاتف اللي قدر اندري فيه جهة سيم كارت و الكارت مموار و هذا سوف نضعه على الشاشة اللي اعجبني بزيفه هو الحواف القلال بزيف وتقريبا هادو اصغر حواف في الفئة السعرية والفوق لدينا نوتش لدينا السماعة المكالمات اللي كبيرة بزيف هتشيك يعني لنا انك في ممكن ما اضع تليفون في ودنك غادي تسمع بزيان اما شب حال الهواتف يكون السماعة عندهم صغيرة يعني يجب تحط تليفون في النص دل ودنك غادي تسمع بزيان وكينة خاصية زوان هنا بالنسبة للناس الذين يجبونها كينة ملغيوه الحجم الشاشة 6.5 انش IPS LCD والدقة فول HD بلاس في الظهر عندنا قارع البصمق قارع البصمق خفيف بزيف و اهم شيء كامل وهو المواصفات الهاتف الهاتف يأتي بروسسور كينين 710 و 4 جيجا في لارام و 64 جيجا في مساحة تخزين كينين 710 لا تجد معي مشاكل بالنسبة للألعاب انا جربت فيه لعبة كورا كما كتشوفو وجربت فيه حتى فري فاير شاي خدمات لي مزيان وحتى الاداء ذي الهاتف غادي يكون مزيان الى ما تدخل للشيشة الطبيق او لشي لعبة والحاجة اللي يزوانة بزيف وهي البطارية البطارية 4000 ميلي امبير 4000 ميلي امبير مع كينين 710 اللي ما يستهلك شلينا الطاقة بزيف هتشيك يعني تليفون ممكن يديرك بالاستعمال المتوسط يومين لا عيقش عليه قويش عليه الخدمة بزيف نهار نهار ونس المهم غيكمل لك النهار بالنسبة للكاميرات الهاتف كي جينا بربعادي الكاميرات الجوج القدام وجوج في الخلف الكاميرات اللي بالخلف عندنا واحدة 13 ميجا بيكسل والتانية دو ميجا بيكسل 13 ميجا بيكسل يالكاميرا الاساسية ودو ميجا بيكسل خاصة بالعزل ياللي كدرينا الدبابة في التصاور انا حاولت نبسطها والكاميرا اللي في الامام عندنا واحدة 16 ميجا بيكسل والتانية دو ميجا بيكسل كدرينا الدور ديالها كدرينا العزل هذا التليفون كي ياخد تصاور ووعرين بزيف وحتى العزل فيه ووعر هنشو ما شوفوا مثلا انا تصويرها لالوان ديال كيفاش واضحة المهم ما نخليكم مع بعض تصاور والرجو المهم كي يجاوكم تصاور خلوا لي الرأي ديال كون في الكومنت كاللي غدي سوون العلو ديال الهاتف انا بصراحة ما با ليه فيه احتشي عايب وش يستهل تشريه ايه يستهل تشريه وبعينك بغمضة هذا ما كان متساش تخليلي واحد لايك واحد كومنتير وتشارك في القناة وتورك على الجارس باش يوصلك ديما الجديد دينا تالاو